في إطار توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريج كليات الأكديمية العسكرية وقع مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الإسكندرية في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية وذلك بحضور قائد القوات البحرية ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا من خلال التعاون العلمي والبحثية فيما بينهما مما يسهم في تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكل الجانبين حضر مرسم توقيع البروتوكول عدد من قدة القوات المسلحة ومحفظ الإسكندرية وعدد من مسؤول جامعة الإسكندرية